سلام عليكم، كيف نحاول هذا البرد لقى الحزبة؟ ليس هناك ضرر كثير لكي نحاول لقى الحزبة دعنا نبدأ مع بعض نعمل عملية حسابية سأقول له أول ما أضغط على زر معين أول ما أضغط على زر معين يبدأ يزود للرقم هنا أول ما يدوس هنا سأبدأ أعمل variable أقسم من هذه المختلفة أقسم بنى مụcايا نحن بنى أعمل ونطلب له أول ما أضغط على زر معين يجب أن أول ما أضغط على زر معين يبقى أنه يجب أن نحن بالزر معين سيزود لرقم واحد ونحن بالمثال في زر معين نحن بخصصية بي وقال له ما لدينا نمبر اثنين فأقول له هنا في الـ variable أنا أريد أعمل variable لنمبر 2 وقال له key هأخذ بقى نمبر 2 أقول له هنا بقى أخذ ده نمبر 2 طيب عايز لما الشاشة ديت تتحرك للأدام يبدأ أنه يجمع تمام؟ فأقول له أن أنا أريد هنا في الـ input أختار ديت وتقدر تقول له طيب إيه اللي يحصل لما يعمل أنا عايزه يجمع الرقم اللي هو نمبر 1 ونمبر 2 فأقول له أنت أنا عايزك تتبع شو سترينج طيب وعايز أقول له بقى من عملية المس عملية الجامعة أخذ من هنا عملية الجامعة وأبدأ أحطه هنا وأبدأ أقول له أن أنا عايز نمبر 2 أهو وده هيبقى نمبر 1 طيب تعالي بقى نشغل طيب لما نجي هنا ندوس النمبر 1 أو نمبر B أهو أول ما تيجي بقى فوق اللي فوق كده يبدأ يزهر لك الرقم طيب تقدر بقى تزود طيب خلينا نقفل اللي فوق كده ونشكل ثاني ها رجع على كده هايبدأ يجيب لك واحد طيب أنا زودت هنا هايبدأ يجيب لك 2 هايبدأ يجيب لك مجموع A و B طيب يبقى احنا كده عملنا اللونج أب طيب عايزين بقى اللونج أب هوت نقول له بقى بدأ اللونج أب دوت خليه اللونج داوين وخليه بقى لما يبقى اللونج داوين يجيب لي الطرح بينهم ماشي؟ وهنا نقدر نعمل بقى إيه؟ يمين وشمال كما نحن عايزين يعني ممكن نخلي واحدة الليفت واحدة رايت وده هيبقى الضرب وده الاسم احنا كده عملنا عملية الحسابية رغم انها فيش الضرار كتير موجودة تمام؟ طيب وده هتبقى لونج دا كان لفت يبقى دا رايت تمام؟ نجرب نشغل هندوس هنا مرة وهنا مثلا مرتين هديجي هنا هيبدأ يجيب لك يبدأ يعمل لك العمانات الحسابية مينس وان هنا بيجيب لك المجموع بتاعهم هنا بيترحوم لك من بعض هنا يجيب لك الدربة أو الاسمة وهكسب دا هنا دا هنا الدرب وهنا الاسم فهنا قادرنا نعمل الحسابة بسطة جدا وبرمجنا البورد دا ترجمة نانسي قنقر